خلونا نسمع مقتطف من كلمة فخامة الرئيس ونرجع نكمل الكلام أنا لا أبالغ أنا لا أبالغ لو قلتلكم إن إحنا عشان نخلي الحي الحكومي مش كده يا دكتور مصطفى الحي الحكومي حي مميكن بشكل يوفر عمل متقدم جدا للدولة المصرية سواء بإن إحنا عملنا مراكز البيانات أو الجزء اللي اتعمل للخمسين ألف موظف على الأقل اللي احنا كلمنا عليهم ثم الشبكة بتاعتهم المؤمنة أنا مش هكون مبالغ لو قلت إن الرقم وطبعا المراكز الأخرى مش كده أنتوا تكلموا في مئة مليار جنيه أنا لقوا بالغ بس أنا عارف الرقم ده جنب الرقم ده جنب الرقم ده عشان كده قلتلك الرقم كام ليه بقول كده عشان نقول إن الدولة المصرية لما تيجي تعمل موضوع زي ده عشان تحول الدولة وإداءها من دولة كانت بتشتغل ورقي إلى إن هي تتكلم رقمي ثم بنتكلم على إن إحنا وإحنا شغالين دلوقتي بنعمل ذكاء إصطناعي حتى يتم إن يبقى فيه جزء من العمل اللي بيتم بالذكاء الإصطناعي صح كده صحي كام كام مكلفنا كام شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة